وباء كورونا عدو الحياة والاقتصاد وثقافة أيضاً أياماً قليلة بعد ارتفاع نسبة الإصابات والوفيات في الجزائر انتقلت عدو هذا الفيروس اللعين إلى جسد الثقافة والكتاب فأصاب عوالمها بشلل كبير الكتاب تأثر بشكل عميق كون كل سلسلة إنتاج الكتاب تم غلقه المطبعة المكتبة دور النشر كل هذه تم غلقوها وبالتالي نشاط إنتاج الكتاب توقف تماماً الصالون الدولي للكتاب متنفس الناشري والأديبي والقارئ لم يسلم أيضاً من سم الداء فألغيت فعالية طبعته الثالثة والخمسين هذا العام درءاً لانتشار الفيروس اليوم مثلاً بالنسبة لكل الناشرين كانوا يضبطون قارب ساعتهم فيما يخص الدخول الأدبي أو الدخول إلى السنة الجديدة بدايةً بالمعرض الدولي للكتاب وكان الجميع يصدر الكتابات الأولى هناك لأن هناك دعاية وهناك إشعار وهناك توافد للجمهور وهناك فرصة كذلك لتحقيق أكبر المبيعات خلال هذا المعرض أكثر من خمسين بالمئة على الطباعة على عدد المطبوعة على أي كتاب في الأخرى يتباع في المعرض الدولي يعني هذا ما زاد في أعتباعات والأعباء والناشرين وكحل بديل استحدث القائمون على قطاع الثقافة معرضاً افتراضياً من أجل تسهيل عملية إصال الكتاب إلى القارئ فخصصوا لجنة وزارية لإصلاح الكتاب غير أنها خطوة لم يتحمس لها بعض الناشرين بحكم عدم توفر أرضية إلكترونية تعطي للنشر حقه الكامل الذي يكفله له الصالون الدولي للكتاب كل عام بشي قدروا يكون افتراضي لازم تكون أحد هذا دي بلاتفورب ليبيعوا الكتب الكتب ليتتباعي يديروها ورقمية ويبيعوها وعني التجارة الإلكترونية في الجزائر شبه منعديما لم يعطي الوباء كورونا مسار الحياة الثقافية في الجزائر فحسب بل عرى واقعاً تغمره الفوضى والسبب هو عدم توجه القائمين على القطاع سابقاً إلى سن استراتيجية واضحة المعالم تحفظ للكتاب هيبته